اخبار الحادي عشر من التناصح نبدأها كالعادة بالعنوين هدوء حذر في صبرات ومسؤولون من المدينة يحذرون من انهيار الوضع الانساني وفشل في جهود المصالحة ممثل البرلمان المنحل ومن يعرف بالآلة للدولة يختتمون اجتماعاتهم في تونس ومراقبون يؤكدون ان لا نتائج تردي الاوضاع الامنية في الجنوب والشركة البريغا لتسويق النفط تضع خططا عاجلة لحل مشاكل الوقود هناك مشاهدين اهلا وسهلا بكم البداية من صبرات حيث تشهد المدينة في هذه الاثناء حالة من الهدوء الحذر وذلك بعد اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة مساء السبت واضفت المصادر لتناصح ان الهدوء يخيم على كافة محاور القتال في المدينة ويشبه بعض من الخروقات واطلاق النار المتبادل هذا وكانت وزارة الصحة في الحكومة المقترحة قد اعلنت ان حصيلة الاشتباكات في صبراتها بلغت ست وعشرين قتيلة ومائة وسبعين جريحا منذ اندلاعها قال رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في مدينة صبرات عصام ابراهيم ان لجان المصالحة الساعية لوقف اطلاق النار في المدينة قد وصلت الى طريق مسدود على حد قوله واشر ابراهيم في تصريحه لتناصح الى مغادرة كافة لجان المصالحة لصبراته مضيفا ان لجان ستلتقي الرئاسي المقترح لاطلاعه على كافة المستجدات وفي شأن انساني اكد رئيس مؤسسات المجتمع المدني صبراته نزح نحو ثلاثين الف مواطن من المدينة جراء تمدد الاشتباكات في احياء وسط وشرق المدينة مشيرا الى ان صبراته تعاني نقصا شديدا في المحروقات والادوية وكافة المستلزمات الطبية ايضا نشد رئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في صبرات عصام ابراهيم الاحد نشد الجهات الحكومية في الدولة لتوفير مواد غذائية بشكل عاجل للأسر النازحة من المدينة ابراهيم وفي تصريحه خاص للتناصح اوضح ان الاوضاع الانسانية في المدينة تحاولت من ازمة الى كارثة والمخزون الطعام والمؤن لدى المواطن يكاد ينفذ هناك عائلات ليس لديها القدرة على شراء السلع منوها الى دور مؤسسات المجتمع المدني والهلال الاحمر قد اصبح فقط هو تسجيل اسماء الاسر النازحة والمحتاجة لتقديم المساعدة وتوفيرها لهم اكرت الكتيبة 48 مشاعر صبراته وقف اطلاق النار من جهتها الا في حالة الدفاع عن النفس امتثانا لطلب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراجة بالتهدئة وحق ندماء لديهم في صبراته واضف المتحدث باسم الكتيبة وليد الزريق انهم ملتزمون حتى العام بضبط النفس مؤكدا انسحابهم من المناطق الاثرية ومشيرا الى انهم في انددار التزام الطرف الاخر بالتهدئة وذلك بعد صدور تعليمات واضحة بوقف اطلاق النار وفق تعبيره من جانبها دعت جمعية الهلال الاحمر صبرات السبت جميع الاسر النازحة الى التواصل مع فريق الاغاثة التابعة للجمعية واشدد الهلال الاحمر على الاسراع في التشجيل لتوفير كل ما تحتاجه العائلات من سلات غذائية ومواد تنظيف وفرش ارضية وغيرها هذا وعلن الهلال الاحمر في المدينة بلوغ عدد العائلات النازحة الى 150 عائلة بحسب اخر احصائية له هذا وقد دعى رئيس رابطة علماء ليبي الشيخ عمر مولود الى استمرار جهود المصالحة في صبراته للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار بين المتقاتلين فيها الشيخ مولود في تصريح له الاحد اوضح انه لا يتفق مع فتوى اللجنة العليا للافتاءة التابعة لأوقاف حكومة الثني والتي دعت الى محاربة من وصفتهم بالخوارج في صبراته دعيا اياهم الى تغيير فتواهم والدعوة الى وقف القتال كما انتقد الدكتور مولود تأخر الدولة عن القيام بدورها في وقف القتال بين طرفين المتقاتلين في صبراته ايضا ندد عضو الرئاسي المقترح محمد العماري بموقف الرئاسي تجاه صبراته وتأخره في اصدار قرار بوقف اطلاق النار بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة على حد تعبيره وادع العماري في بيان جاء على صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى وقف القتال في صبراته وعودة التشكيلات المسلحة الى ثكناتها مطالبا الرئاسية بتدخل للفصل بين المتقاتلين هذا واكد العماري ان دخول مجموعات من خارج صبراته تسبب في تأزيم الوضع في المدينة وادى الى عرقلة جهود الصلح بين ابنائها داعين المدعي العسكري لفتح تحقيق في الاحداث الدائرة في صبراته نشهد سكرتير المجلس الليبي الامريكي لشؤون العامة عمالة دين المنتصر المحكمة الجنائية الدولية نجدة ليبيا عامة ومدينة صبراته خاصة المنتصر وفي رسالة وجهها للمدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا طالب المجتمع الدولي بتحذير المشاركين في القتال داخل صبراته من ما غبت التعرض للمعالم الاثرية ودعيا اياهم الى التحقيق فيما لحق بها من خراب شهدت مدينة صبراته اجتباكات دامية على امتدال الاسبوعين الماضيين كل ذلك في غياب الرئاسي المقترح وفيما تتوسع رقعة الخلاف ويتمدد الاقتتال في انحاء المدينة فان المدنيين هم الطرف الاكثر ضررا من حرب لا نقتلهم فيها ولا جمال ازميل صالح سلامة والتفاصيل كم كان من الوقت يلزم تعليمات وقف اطلاق النار الصادرة عن القائد الاعلى المفترض للجيش فائز السراج لتصل الى الاطراف المتقاتلة في مدينة صبراته اطراف تقول كل منها انها تتبع الرئاسي المقترح فهو القائد الاعلى عند من يرتدون القيافة العسكرية وولي الامر عند من يرتدون نصفها لكن الاوامر التي نقلها مبعث السراج الى المتقاتلين لم تجد اذانا صاغية فتحولت الى مجرد جهود لرأب الصدع ووقف الاقتتال في مدينة صبراته والتي تخللتها الامال باستماع الجميع للاصوات المنادية بنبذ الاقتتال واتخاذ الحوار سبيلا للتفاهم بين الاطراف المختلفة حسب بيان لعضو الرئاسي المقترح محمد العماري بعد اسبوعين فتح باب الملامة والعتب على الرئاسي المقترح لحكومة البعثة الاممية بصفته القائد الاعلى ويتبعه الطرفان المتقاتلان لعدم اصداره قرارا واضحا بوقف اطلاق النار ومعاقبة المعتدين والمتسببين في اندلاع هذه الاحداث التي ادت الى ازهاق ارواح بريئة من ابناء الوطن الا ان ذلك لم يحدث والكلام هنا ايضا لمحمد العماري وفيما تستمر الاشتباكات يستمر الحديث عن الاستماع لصوت العقل وسط ازيز الرصاص وانفجارات القذائف في وقت تتوسع فيه رقعة الخلاف ويتأكد ضياع جهود التوفيق ونفاد المصالحات المليئة بالندوب والثقوب والمطالبة بعودة التشكيلات المسلحة الى مقراتها استعدادا لجولة اخرى الى شأن اخر حيث قال مسئول المكتب الاعلامي في مجلس الشورى مجاهدي درنة محمد المنصوري قال بان هدوءا حذرا يسد كافة المحاور لقتال في مدينة درنة المنصوري في تصريحنا خاص لتناصح اشار الى تحليق طيران اجنبي يعتقد انه مصري في اجواء درنة ليلة السبت دون استداف اي موقع في المدينة ومضيفا بان ميليشيات الكرامة مستمرة في اغلاق المنافذ المؤدية لدرنة وزيادة السواتر الترابية في حين اكد العميد يحيى لصة عمر مسئول الملف الامني في درنة ان طيرانا اجنبيا انتهك استيادة الليبية السبت وقام بالتحليق فوق المدينة ما ادى الى خوف وهلعن شديد لدى الاطفال والعائلات اضف عمر في تصريحه لتناصح ان استداف درنة هو نتيجة كشفها حقيقة خيانة واستباحة الاراضي الليبية من قبل العملاء مشيرا الى ان من هرب او من هرب عناصر ما يعرفوا بتنظيم الدولة من بنغازي ودرنة لن يحارب التطرف وانما هو يتاجر بدماء الليبيين وسط اعلام كاذب ومضل بحسب قوله دعا تجمع اهالي مدينة درنة المرشح السابق لرئاسة الوزراء عبدالباس تقطيط الى زيارة المدينة التجمع في بني الله الاحد اشار الى ان الدعوة تأتي من اجل التلاحم والوقوف ضد اعداء ثورة 17 من فبراير والمتسلقين عليها هذا وكان المرشح السابق لرئاسة الوزراء عبدالباس تقطيط قد اعلن انه سيشكل حكومة جديدة قبل نهاية اكتبر المقبل ومبينا انها ستكون بتوافق جميع الليبيين بحسب قوله في بني غازي حيث عثر السابق في منطقة جنفودة وعمارة اطناشة غربية المدينة على اربعة مقابر جماعية وذلك بحسب مصدر محلي من المدينة واضف المصدر ان فريقا من جمعية الهلال الاحمر الليبي انتقل الى موقع المقابر لاتخاذ الاجراءات اللازمة هذا واضح رئيس فرع الجمعية في بني غازي قيس الفاخر الاحد ان المقابر الاربع فتحت وسحبت عينات من الرفاث المدفون تمهيدا للتعرف على هويات اصحابها ومن ثم دفنها في المقابر الرسمية سياسيا حيث اعلنت لجنة الحوار التابعتان لمجلس النواب المنحل وما يعرف بالاعلن لدولة الاحد اعلنوا اختتام جلسات الحوار المنعقدة في تونس وقال عبدالسلام صية رئيس اللجنة الحوار بالبرلمان انه قتم الاتفاق على العودة لرئيس ونائبين ورئيس وزراء يشكل حكومة واكد ان صية انه قتم الاتفاق والبناء على معايير وقواعد دون تحديد اسماء الشخصيات المرشحة بعينهم من جهته قال رئيس لجنة الحوار في المجلس الاعلى لدولة مسافرج ان اعضاء اللجنتين تطرقوا الى الشأن الدستوري واشر الى ان المدة الانتقالية بعد تعديل اتفاق السكرات ستكون خمسين اسبوع ثم تنتقل الى الانتخابات هذا وقد قال المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ان لجنتين الحوار المنبثقتان من مجلسين نواب المنحل والاعلى لدولة لتعديل انتفاق السكرات توصلتا الى عدة تفاهمات جيدة على حد زعمه واضف سلامة خلال المؤتمر الصحفي المشترك والذي عقدته اللجنتين الاحد ان اعضاء اللجنتين سيعودون الى قواعدهم للتشاور ومن ثم الرجوع الى تونس الاسبوع المقبل لاستكمال بحث نقاط اخرى واختتمت اليوم جلسات النقاش بين لجنتين الحوار بعد ان تواصلت لستة ايام في العاصمة التونسية كشفت صحيفة ديرشبيغل الالمانية وعدة صحف دولية عن تلقي المدع العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية اوكامبو رشاوة من رجل الاعمال الليبي احسن تتناكي ودفعت هذه الاموال مقابل الحماية من المساءلة القانونية الدولية لقناة ليبيا اولا والتي كانت داعمة لمجرم الحرب خليفة حفتر وبينة الوثائق توصيات قام بها اوكامبو لتتناكي بخصوص حذف احاديث تحريضية ومعلومات ادل بها حفتر وضباطه للقناة وتلقى اوكامبو ثلاثة ملايين دولار من حسن تتناكي بانتهاك لقوانين المحكمة الجنائية الدولية يستمر تحالف المال والاعلام في التحريض والفتنة والتلميع للدكتاتورية وحكم العسكر من اجل الوصول الى سلطة حقائق موثوقة ترصد بعضها او ترصدها بعضنا من الصحف العالمية الزميل عبد الحكيم محمد والتفاصيل فصل اخر من فصول المؤامرة على ليبيا يتم ازاحة الستار عنه وهو فضائح الاعلام المظلل والكاذب واختلاطه بالمال الفاسد فقد نشرت مجلة ديرشبيغل الالمانية وصحف اعلامية ان المدعي العام السابق لمحكمة الجنيات الدولية لويس اوكامبو تلقى رشاو طائلة تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار من رجل الاعمال الليبي حسونة طناكي ودفعت هذه الاموال مقابل الحماية من المساءلة القانونية الدولية لقناة ليبيا اولى التي كانت داعمة لمجرم الحرب خليفة حفتر ومحرضة على انتهاك البيوت والحرمات واشعال نار الفتنة في مدينة بنغازي لقد اصبحت قوة المال هي الحاكمة وقوة الاعلام هي المروجة بعد ان اخذت نصيبها من المال وهذا يعني ببساطة ان خللا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا يحدث يقوده ويستغله تحالف قوة المال ونفوذ الاعلام الامر الذي ينعكس في اتجاهين اتجاه يطوع السياسات والقوانين لزيادة الثروات ونفوذ قلة من الاثرياء المتحكمين واتجاه يدفع بقية المواطنين الى التهميش والاحباط والاحتقان ما زالت الدسائس والمؤامرات تحاك في السر والعلن من اجل افشال اي حل للازمة في ليبيا من قبل اصحاب الاجندات الذين باعوا اوطانهم وضمائرهم وسخروا كل ما لديهم من الة اعلامية واموال لتحقيق مكاسبهم الضيقة وعرضوا اوطانهم للبيع بابخس الاثمان وبينما يتواصل نشر الحقائق بالادلة والوثائق هل نرى اي دور للنائب العام في ملاحقة هؤلاء الاشخاص الذين ادخلوا البلاد في نفق مظلم رغم وجود الادلة الكافية لمحاكمتهم من خلال اقوالهم وتصريحاتهم على القنوات الفضائية وهل تعتبر تصريحات احد اعوان النظام السابق التي قال فيها انه مع الشباب الانقياء المنتمين لما يعرف بتنظيم الدولة دليلا على ادنته وتورطه مع هذا التنظيم المتطرف الى الجنوب حيث تعرض تهكلية الاسنان في جامعة سبهة الى التخريب والسرقة صباح اليوم وتشهد مدينة سبهة موجة من السرقات والسطو المسلح التي سرفت المكاتب والجهات العامة وكان اخرها مكتب العامل والتأهيل سبهة الذي علق بدوره العمل في المكتب احتجاجا على حادثة التخريب والسطو التي تعرض لها سابقا علنت شركة البريغلي تسويق النفط والغاز عن وضع خطط تحت اشراف مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط من اجل اسعاف مناطق الجنوب بالوقود بالكامل الخطط التي يبدأ تنفيذها اليوم الاول من اكتوبر ستستمر حتى يتم تغلب على مشاكل نقص الوقود في الجنوب حسب بيان الشركة كما اعلنت الشركة عن توزيع كميات على محاطات الوقود قدرت بحوالي 910 الف لتر من البنزين وحوالي ربع مليون لتر من عقود ديزل على مناطق ودان سوكنة هنا الفقهة والفرجات يعاني الجنوب الليبي منذ سنوات عديدة من ازمات متتالية عصفت بكل مناح الحياة فيه لان ازمة الوقود تظل اكبر هذه الازمات تأثيرا على المواطن الزميل عباس احمد والتفاصيل تعود ازمة الوقود والغاز الى عام 2011 ومنذ ذلك الحين لم تشهد هذه الازمة اي انفراج يذكر طوال السنوات الست الماضية رغم وجود مستودع نفطي كبير يقع في مدينة سبهة يحوز كميات وفيرة من الوقود والغاز وصلت بحسب تصريحات لوزير الحكم المحلي الى ربع ما تملكه ليبيا من وقود وقد ارجع هذا الاكتناز حينها الى عدم قدرة المستودع توزيع الوقود على محطات التوزيع المختلفة بالمناطق والقرى الجنوبية يتهم كثير من نشطاء المجتمع المدني المستودع النفطي الجنوبي الوحيد بالتسبب عمدا في هذه الازمة حيث انهم يقولون ان توقف امدادات الوقود عن محطات التوزيع الرسمية التابعة للشركات النفطية في ليبيا يقابله انسياب طبيعي لامدادات التهريب الى خارج البلاد ازمة السيولة مسلسل اخر تطول حلقاته ومعاناة لاشهر في بعض مناطق الجنوب حيث لم تنى الحصتها منذ زمن بعيد لم يعد يذكر ابناء تلك المدن متى كانت اخر مرة انقبضوا فيها مرتباتهم من مصارف غاب دورها واوصدت ابوابها نتيجة اسباب عديدة منها ضعف الحراسة والسرقات المتكررة وترد الاوضاع الامنية ومنها ذهاب الموظفين فيها الى اعمال يومية اخرى يتحصلون منها على ما يسد رمقهم تغييرات ديمغرافية وكأن اهل الجنوب كان ينقصهم فوق مرارة المعيشة مرارة ان يقاسمهم ارضهم ورزقهم من هم من خلف حدود الوطن ومن لا يحملون جنسية بلادهم والادهى والامر انهم اصبحوا يعيثون فسادا في ربوع الجنوب قتلا وسرقة وتشريدا في ظل غياب تام لاجهزة الدولة عبر الحدود وسيطرة كاملة من قبل المعارضة الشدية والعدل والمساواة السودانية والمرتزقة والتنظيمات الارهابية على مناطق واسعة من الجنوب تسكت كل من يحاول التنبيه على اخطار هذه التحولات برصاص الغدر المجلس البلدي بغريفة علقت به الاعمال احتجاجا على ازمات كثيرة تعصف به وكان من اهمها توقف امدادات الوقود الذي يعتبر عصب الحياة واهم مشغل فيه وسبق ان نظمت احتجاجات كثيرة في غات واوباري وبنت بيا وسبها كان من اهم مطالبها توفير الوقود والغاز وبيعها للمواطنين في الجنوب باسعارها الرسمية ورفع المعاناة على المواطن الذي يشتري الوقود والغاز بمبالغ اصبحت خيالية في ظل شح السيولة النقدية في ظل شح السيولة النقدية وصلت الى ثمانين دينارا للعشرين لترا من البنزين وزد عليها اضعافا اسعار البيزل واستوانات الغاز هذا ان وجدت وتبعتها بلدية بنت بيا بالتعليق ايضا لنفس الاسباب غياب تام من قبل الحكومات في ليبيا خصوصا المقترحة التي يتبعها اداريا الجنوب المهمش والتي يوجد بها عضوان بارزان هم من ابناء الجنوب وثلاثة وزراء في العمل والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والذين لا نراهم الا قليلا في المحافل والمناسبات الاجتماعية ويبقى الجنوب ايقونة التهميش في وطن لا يسمع فيه الا صوت السلاح والصراع فصل قصير تتابعونها من بعده دراسات وابحاث علمية حديثة تؤكد ان اغلب المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي يعملونها على خلق الاكاذيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتفكروا لما وصلت حكومة السراج كان وقتها الدولار ب3 دينار و80 جرش ازمة السيولة في بدايتها والدحي كان ب7 دينار لكن هالبناس كانوا يعانوا من الوضع وقالوا لابد من حل في نفس اليوم طلع المفتي وذكرنا بملاحظات دار الافتاء على الاتفاق السياسي وقال مفيش مشكلة مع الحكومة لو كان الاتفاق في مصلحة البلاد ارجو ان يرجعوا الى رجدهم وان ينظروا في هذه الملاحظات التي ابدها العلماء وعندها نحن معهم نحن نتقدمهم نتقدم الصفوف نحن لسنا ضدهم ولسنا اعداء لهم بل معهم ولكننا مع الوطن لا نحب ان نبيع الوطن ولا نحب ان نخذل الوطن لكن الحكومة بقت امر واقع واستلمت مؤسسات الدولة وبدت تخدم والعالم كل اعترف بها وتوى بعد اكثر من عام ونص تعرفوا شنصار الاتفاق اللي وقع اليه ما صار منا شي الدولار فوق 8 دينار والاسعار نار والسيولة متأزمة والخدمات غير صحيح الحاصل لا سمعوا كلام دار الافتاء ولا صار من الاتفاق ولا حلوا مشاكل المواطن اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد شيعاء اهل مدينة بن وليد جثامين عضوي المجلس الاجتماعي لقبائل الفلة ومرافقيهما ظهر اليوم الاحد وشرك في مراسم التشريع رئيس واعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الفلة ورئيس واعضاء المجلس المحلي بن وليد واعيان ومشايخ وحكماء المدينة الى جانب وفود عدة من القبائل الليبية من مختلف ربوع البلاد ووفد من اللجنة الليبية للاصلاح اشارت دراسات وابحاث علمية حديثة الى ان الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعملون على خلق الاكذيب على صفحاتهم ويكونون اول من يصدقها هو امر قد يجعلهم ينسون الوقائع الحقيقية ويتذكرون الاكذيب التي كتبوها فيما يشكل محوى واعادة كتابة للذاكرة واقع الحال على مواقع التواصل الاجتماعي ان الكثيرين يكذبون الكذبة ثم يكونون اول من يصدقها ويسلم بها لتصبح من المسلمات التي قد تثبت في عقولهم كحقائق بمرور الوقت حيث اظهرت دراسات وابحاث علمية ان مواقع التواصل الاجتماعي تدمر الذكريات الشخصية في اشارة الى ان الكاذب على مواقع مثل فيسبوك قد يجعل الاشخاص ينسون الوقائع الحقيقية ويتذكرون الاكاذيب التي كتبوها فيما يشكل محوى واعادة كتابة للذاكرة دراسة اخرى قام بها موقع بين كوراج اظهرت ان العديد من مستخدمي فيسبوك يقومون بالكاذب في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم 70% بالمبالغة وتجميل الواقع فيما اعترف 20% من المستخدمين الشباب ان صفحاتهم بعيدة لدرجة كبيرة عن الحقيقة وانهم كثيرا ما يكذبون على فيسبوك وقد دفعت هذه النتائج كثيرا من الاطباء النفسيين للتحذير مما يحمله هذا السلوك من تأثيرات سلبية على الذاكرة والصحة النفسية الا كذب على صفحات التواصل لم تقتصر على تزييف الحقائق وبث الإشاعات بل باتت تعمل على تلفيق الادعاءات وإلقاء التهم بنعة أشخاص بأنهم أتباع فئة معينة فهذا داعشي وذاك إخواني وآخر بين هذا وذاك ولعل ما نشر عن الإعلامي بقناة التناصح محمد الخلاب من كونه داعشيا بعد أن نشرت له صورة قديمة تبين فيما بعد أنها كانت في مظاهرة تنديد بالرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت قد جرت بمدينة زليطن العام 2013 شيء يؤكد عدم أخذ الكثير مما ينشر بصفحات التواصل على محمل الجد فهو إلى الهزل أقرب وما يلفت الانتباه هذه المرة هو الكم الهائل ممن تفاعلوا مع هذه الصورة ورفضوا نشرها لتشويه صاحبها ولو أخذنا الصفحة التي نشرت الصورة مثالا إذ انهالت عليه التعليقات الرافضة للفتنة التي يمارسها وكانت نسبة الرفض من المتفاعلين حوالي 90% انعدام الرقابة وضيع سلطة الدولة من الأسباب الرئيسية التي تجعل المختفين خلف لوحات المفاتيح يقومون بذلك بكل حرية بل إن بعضا من مؤسسات الدولة تبني مواقفها بناء على ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تثابت عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لإدارة الهجرة في كل من ليبيا وتونس للإسهام في ضبط تدفق المهاجريين غير الشرعيين وقال بيان صادر عن الوزارة الإيطالية أن وزير الخارجية أنجلينو ألفانو قد أقر تقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو لصالح ليبيا وتونس باعتبارهما من دول عبور المهاجريين غير الشرعيين على حد قوله وأضف البيان أن الوزارة حثت المنظمات غير الحكومية الإيطالية القادرة على العمل في مناطق الأزمات بتقديم مساهمة مهنية من خلال التنسيق مع السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية المحلية إلى ذلك حيث أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تسابت عن ترحيل 11 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم عبر مطار معتيقة دولي الجهاز عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أشار إلى أن المهاجرين المرحلين جلهم من الجنسية الجزائرية ورحلوا من خلال العودة الطوعية عبر مطار معتيقة دولي جوا إلى مطار تونس قرطاج ومن ثم إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وأضف الجهاز إلى أن هذه العودة تأتي بتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية للهجرة وكان بصحبتهم مندوب من القنصلية الجزائرية بولاية قفصة بتونس أفرت مصادر أمنية إيطالية سبت وصول نحو 290 مهاجرا غير شرعي إلى ميناء بوتسالو بجزيرة سيقلية وأكلت المصادر تمكن خفر السواحل على متن سفينة داتيلو من إنقاذ المهاجرين الواصلين إلى الميناء ومشيرة إلى أنهم أنقذوا في ثلاث عمليات من قبل السفينة المذكورة هذا وقالت مصادر طبية أن أربعين حالة إصابة بإداء الجرب كانت من بين المهاجرين كما نقل عدد منهم إلى المشفى لإجراء الفحصات الطبية اللازمة إلى ما رصدته غرفة التناصح للأخبار من أخبار للبلديات أعلن مدير مخازن الكتاب المدرسي الرئيسية حسين الرحيبي أن حصيلة توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع الماضي شملت 19 بلدية وأوضح الرحيبي أن الأسبوع الجاري سيشهد التوزيع بباقي البلديات على أن تستكمل عملية التوزيع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وكان مركز المناهج التعليمية قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع عدد من الشركات المحلية لطباعة وتوريد أكثر من 39 مليون نسخة كتاب لمرحلة التعليم الأساسي والثنوي أقيم ببلدية زوارة فعاليات ختام السباق بطولة المنطقة الغربية للدراجات بمشاركة خمسة أندية من المنطقة الغربية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن السباق أقيم على مرحلتين اختتمت فيها المرحلة الأولى لناشئين لمسافة 30 كم تليها المرحلة الثانية لفئة الأواسط والكبار والتي قيمت على طريق زوارة أبو كماش لمسافة 60 كم حيث تم تكريم الفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى لكل فئة أهابت بلدية جنزور بأصحاب مستودعات غاز الطهو بالبلدية ضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل وبحسب البيان الصادر عن البلدية فإن الاجتماع سيعقد بالمقر الرئيسي للبلدية صباح الأحد المقبل وذلك لمناقشة آلية توزيع استوانات غاز الطهو داخل نطاق البلدية أقيمت بميدان فرسية أبي ستة احتفالية اليوم العالمي للقلب والتي يقيمت تحت شعار صحة القلب مسؤوليتنا جميعا وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الاحتفالية أقيمت برعاية مكتب الصحة ببلدية سوق الجمعة وبمشاركة مجموعة من أطباء القلب للتوعية الصحية وسبل مكافحة أمراض العصر كضغط الدم والسكت الدماغية والتي تشرف عليها جمعية القلب الليبية أقيمت ببلدية سوق الجمعة فعاليات ختام برنامج النوادي الصيفية المدرسية بحضور عميد البلدية ورئيس فريق الطفل بالإضافة لعدد من مدراء المدارس بالبلدية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فقد أقيمت احتفالية بهذه المناسبة على مسرح كلية التربية وتخلن برنامج الحفل العديد من الفقرات المتنوعة شملت بعض الأناشيد وعدد من العروض الرياضية والمرئية كما تم خلال الختام تكريم إدارات المدارس والمشرفين على برنامج النوادي الصيفية أوقد بديوان بلدية أجلا اجتماع مشترك ضم كل من وكيل الدوان ببلدية ومدير مستشفى أجلا بالإضافة لعضو لجنة شؤون الموظفين بالمستشفى وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإن الاجتماع قد خصص لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعقود المغتربين وعمال النظافة ومناقشة سير عمل المستشفى ومتابعة حالات العجز في الممرضين بالإضافة لمناقشة الأسس المثلى لتذليل الصعاب التي تواجه كل الأطراف أعلنت بلدية الجفراء الأحد عن وصول 29 شاحنة وقود موزعة على مختلف المحطات العاملة داخل نطاق البلدية وبحسب الصفحة الرسمية للبلدية فإنها تطالب كافة الموظفين بالالتزام والنظام والتعاون أثناء تعبئاتهم الوقود من المحطات مؤكدة أن الوقود سيتوفر باستمرار من مستودعات مصراتة لإنهاء الأزمة التي تعاني منها المنطقة وصلت إلى مدينة مرزق السبت شحنة من معدات تشغيل وصيانة شبكة المدار الجديد وتسعى شركة المدار الجديد إلى تطوير شبكتها بالمنطقة والانتهاء من استكمال مشروعها شبكة 4G هذا وتقوم في ذات الوقت شبكة ليبيان للهاتف المحمول من استكمال مشروع شبكة 4G بعد استكمال المرحلة الثانية من المشروع في بلديتي الشاطئ والجفرة أفادت الشركة العامة للكهرباء بأن يوم الأحد لا يوجد به عملية طرح للأحمال وأنه لا يتوقع حدوث عجز في الشبكة العامة الشركة على صفحتي رسمية وخلال إجازها اليومية أوضحت بأن القدرة الإنتجية للشبكة العامة هي 4850 ميجاوات ومضيفة أن الاستهلاك المتوقع للشبكة سيكون أقل من ذلك حيث أنه 4500 ميجاوات رصت سبت بحوض ميناء طرابلس الناقل إلى أنوار ليبيا القادمة من قبرص وعلى متنها حمولة وقود البنزين والمقدرة بـ 33 مليون لتر حيث شرعت في عملية التفريغ يوم الأحد شركة البريغ على صفحتي رسمية إشارت إلى أن ناقلة أنوار أفريقيا قد غادرت هي الأخرى ظهر السبت بعد تفريغ حمولتها من وقود البنزين قال ديوان المحاسبة أن 172 مليار دولار هي إجمالية تحويلات المالية الخارجية للدولة الليبية خلال السنوات الخمس الماضية مشيرة إلى أن معظم هذه التحويلات يشبه الفساد وتهريب في العملة وذكر ديوان المحاسبة في تقرير له أن التحويلات الخارجية تمت لصالح القطعين العام والخاص ومن خلال صفقات لتوريد السلع والأدوية ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح لطالبة هذا ولفت ديوان المحاسبة إلى أن إجمالية التحويلات للعام الماضي بلغت نحو 7 مليارات ومشيرا لأن معظم التحويلات الخارجية هدفها الاستلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الأموال أكدت شركة طيران النفط الأحد وصول طائرة تابعة لها من طراز إمبراير 170 إلى مطار معتيق دولي بعد رحلة صيانة استمرت لفترة طويلة وقالت شركة طيران النفط أن عودة الطائرة سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز عمليات نقل العاملين بالحقول والموانئة النفطية مثنية على دور المؤسسة الوطنية للنفط ومصلحة الطيران المدني والمطارات لدعمها للشركة يشارع إلى أن طائرة طيران النفط قد تعرضت لحادث خرجت على إثره عن الخدمة وتم نقلها لألمانيا لغرض الصيانة إلى فقرة أسعر العمولات الأجنبية في السوق الموازية ترجمة نانسي قنقر عالميا حيث نقلت صحيفة الريبوبليكا عن وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو قوله الأحد أن روما ستطرد سفيرة كوريا الشمالية لديها احتجاجا على التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونج يانج في الآوينة الأخيرة ألفانو أبلغ صحيفة الريبوبليكا أن إيطاليا لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لأنه من المفيد الحفاظ على قناة اتصال اقتصاديا حيث أعلنت شركة بلومبرغ أن السوق النفط يعاني من تناقض ظاهر لسيما في المواجهة بين خفض إنتاج أوبك وتلبية الطلب العالمي والنفط الصخرية الأمريكي وضحت بلومبرغ أن إنتاج النفط الأمريكي أخفق في النمو بصورة جوهرية هذا العام بناتج تسعة ملايين برميل يوميا وأعلنت أن صراع الدائرة في المؤتمر السنوي للبترول في آسيا الباسفك ستبقي الأسعار في نطاق ضيق بين خمسين إلى ستين دولارا للبرميل بقية السنة وحتى العام القادم شاهدت أسعار الخام النفطي موجة صعود ملحوظة حيث تمكن خام برينت من تحقيق أقوى أداء له في الربع الثالث منذ العام 2004 كان للتطورات الجيوسياسية في إقليم كردستان العراق أثر جلي في إحداث موجة صعود في أسعار النفط في تعاملات الجمعة حيث تمكن خام برينت من تحقيق أقوى أداء له في الربع الثالث منذ عام 2004 خام القياس العالمي مزيج برينت ارتفع 13 سنة أو ما يعادل 0.2% في تسوية التعاملات ليصل إلى 57 دولارا و54 سنة للبرميل محققا مكاسب فصلية في الربع الثالث بنحو 20% وعلى أساس نسبوعي فإنه ارتفع 1.2% أما الخام الأمريكي فقد ارتفع 11 سنة في التسوية إلى 51 دولارا و67 سنة للبرميل في أقوى ربع ثالث منذ عشر سنوات وأطول موجة من المكاسب الأسبوعية منذ يناير وهو ما يمثل نحو 2% على أساس نسبوعي وفيما أغضب تسويت أكراد العراق لصالح الانفصال في استفتاء أجري يوم الاثنين الماضي تركيا والحكومة العراقية في بغداد بالإضافة إلى قوى أخرى تخشى أن يؤدي هذا التسويت إلى تجدد الصراع في المنطقة الغنية بالنفط فإن أسعار النفط تلقت دعما إضافيا هذا الشهر نتج عن تجدد الطلب المتوقع من المصافي الأمريكية التي استأنفت العمل بعد الإغلاق الناتج عن الأعصار هارفي لكن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ارتفع هذا الشهر بواقع 50 ألف برميل يومية في الوقت الذي زادت فيه صادرات العراق وإنتاج ليبيا بينما أضافت شركة الطاقة الأمريكية من جانبها المزيد من حفارات النفط لأول مرة في الأسابيع السبعة الأخيرة وإن كان عدد الحفارات قد انخفض للشهر الثاني على التوالي وسجل أكبر هبوط شهري وفصلي منذ الربع الثاني من عام 2016 إلا جولة في أحوال التقص على بعض من المدن والمناطق في ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختاباً لا تذكيراً بأهم الأنباء هدوء حذر في صبراته ومسؤولون من المدينة يحذرون من انهيار الوضع الإنساني وفشل لجهود المصالحة ممثلون برلمان المنحل وما يعرف بالأهل للدولة يختتمون اجتماعاتهم في تونس ومراقبون يؤكدون أن لا نتائج ترد الأوضاع الأمنية في الجنوب والشركة لتسويق النفط تضع خططاً عاجلة لحل مشاكل الوقود هناك تبعتم أيضاً دراسات وأبحاث علمية حديثة تؤكد أن أغلب مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي يعملون على خلق الأكاذيب ختاماً نصبحون على خير وادمتم ودم الوطن في أمن الله اشتركوا في القناة